موسيقى السلام عليكم من الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من آخر طبع ضيفنا اليوم هو الكاتب والمحل السياسي في صحيفة الواء اللبنانية الأستاذ حسن شرحة سرق لبنان الأضواء واختطف بدماء من سقط من أبنائه الحدث فبات هو الخبر إذن لبنان يتصدر الصفحات الأولى إلى جانبه سوريا ومحاولة لملمة جراحها خلال أيام العيد الأضحى المبارك عنوين بعض الصحف العربية صادر اليوم مع غدي غنطوس صباح الخير الاستقالة المعلقة لرئيس الحكومة اللبنانية نجيم نقاطي تداعيات زيارة الإبراهيم إلى دمشق وانتخابات الكويت المواضيع الأكثر تداولا في بعض عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية مع عنوين صحيفة الشرق الأوسط السعودية لبنان في حداد وميقاطي يستقيل مع وقف التنفيذ دفن اللواء الحسن إلى جوار رافق الحرير اليوم مصادر أمنية للشرق الأوسط مجموعة محترفة نفذت الجريمة وزير الداخلية السعودي قائد الزورق الإيراني لاذب الفرار وطهران أكدت التزامها بتعليمات الحج تركيا الحل اليمني لم يعد مناسبا لسوريا واشنطن تؤيد هدنة العيد والإبراهيمي يلتق المعلم ولم يتطرق إلى الهدنة الكويت تدعو الانتخابات مبكرة بنظام الصوت الواحد أول ديسمبر ننتقل إلى أبرز عنوين صحيفة المستقبل اللبنانية يوم الصدق في ساحة الحرية ميقاطي ينأى بنفسه عن دم الشهيد ويرمي كرة النار في أحضان سليمان أنقرة لا ترى في النموذج اليمني حلا قتال عنيف بين قوات الأسد والمعارضة قرب الحدود التركية صحيفة البيان الإماراتية عنوانت مجزرة في دير الزور ودمشق تطالب الإبراهيم بوقف تسليح الثوار مقتل 12 جنديا سوريا بالرد التركي على قوات الأسد استقالة ميقاطي في عهدة سليمان وتشيع الحسن اليوم تواصل الإدانات العربية والدولية لتفجير بيروت انتخابات الكويت بصوت واحد ديسمبر المقبل ومسيرة معارضة اليوم أبرز عنوين صحيفة الوطن السورية نستهلها بمسلح حلب يمنون النفس بانتصارات وهمية المعلم والإبراهيمي يبحثان ظروف وقف العنف والخارجية تصف المحادثات بالبناء المبعوث الأممي التقى هيئة التنسيق وتيار بناء الدولة يدعم مقترحه لهدنة الأطحى جوقة الرابع عشر من أذار تستعيد ألقها وتريد السطوة على الحكومة لحظات التخلي تشتاح لبنان من جديد بعد اختيال الحسن خطط أمريكية تركية لإقامة مناطق حظر جوي في سوريا صحيفة أخبار اليوم الجزائرية عنوانت أوقف حمام الدم في سوريا الجزائر تضم صوتها إلى نداء الهدنة الإبراهيم في دماشق من أجل هدنة العيد إسرائيل تقرسن سفينة دولية متهجهة إلى غزة كانت تحمل مساعدات للفلسطينيين أما أبرز عنوين صحيفة الوسط البحرينية فنستهلها بواشنطن تدين العنف وتدعو لتحقيق مصالح ذات مغزى في البحرين الكويت تعدل قانون الانتخابات وتحدد موعدها الأول من ديسمبر مقتل خميس القذافي والقبض على المتحدث السابق باسم النظام وأخيرا نتوقف عند أبرز عنوين صحيفة القابس الكويتية للناخب صوت أول ديسمبر مسيرة كرامة وطن اليوم والداخلية تحذر وبهذا العنوان نصل إلى الختام عودة إليك دينا شكرا لك غدي أستاذ حسن عن مجموعة عنوين لبنان سوريا الكويت البحرين أيضا لكن الأبرز تركيا تقول أن الحل اليمني لم يعد صالحا في سوريا ماذا يعني ذلك؟ هو لشك الموفد الأممي العربي الأغضر الإبراهيمي أجرى اتصالات مع كافة القوى الإقليمية المؤثرة من أجل إيجاد مشروع حل للقضية السورية وأبرز هذه المشاريع المطروحة كانت على الطريقة اليمنية الطريقة اليمنية أثمرت في اليمن وقف حمام الدم وإيجاد حل سياسي لا يلحق هزيمة كبيرة بأي طرف من الأطراف وهو الطريقة تقريبا اللبنانية التي تعودناها نحن في لبنان على طريقة لا غالب ولا مغلوب ولكن هناك استجابة للمطالب الشعبية الحل اليمني كان حقق بعض النتائج أما في القضية السورية أنا أستغرب هذا الكلام أن يصدر من تركيا أنه لا حظوظ لهذا الحل خاصة وأن تركيا بعثت أكثر من رسالة سياسية علانية بتفضيلها للحل السياسي على الحل العسكري خاصة بعدما استمرت لأحداث الأمنية الدامية والمؤلمة في سوريا لسنة 19 تقريبا طيب الاتهامات في قضيات اغتيال وسام الحسن توجه إلى سوريا يعني مذا الساعات الأولى على اغتياله ساعات قليلة جدا على اغتيالها أيضا تم توجيه الاتهام إلى سوريا برأيك لماذا تم توجيه الاتهام مباشرة إلى نظام السوري وحتى إلى شخص الرئيس السوري بشار الأسد قبل أن يكون هناك أي معطيات على ذلك؟ أولا قضية اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن قضية كبيرة جدا وقضية سياسية وأمنية بانتياز اللواء ريفي نفسه وهو مسؤول الأول عن العميد الحسن يعني وضع قدة احتمالات أولها النظام السوري أن يكون افترضية للنظام السوري الافترضية الثانية أن يكون العدو الإسرائيلي نظرا لما قام به أنجزه فرع المعلومات انجزات أكثر من 30 شبكة تجسس كشفها فرع المعلومات بقيادة وسام الحسن الافترضية الثالثة أن تقوم جمعات إرهابية وصولية متطرفة انتقمت من العميد الحسن ومن الأجهزة الأمنية اللبنانية التي حاربت بقصاوة أيضا هذه الجماعات والاحتمال الرابع هو أن تكون طرف آخر دخل يدخل على الخط لإحداث فتنة بين اللبنانيين عبر اغتيال هذه الشخصية التي لها حساسية في الشرع اللبناني ولكن في ذات الوقت قوة 14 أزهر وجهت الاتهام إلى سوريا نظرا لحساسية العلاقة ما بين عملية الاغتيال والدور الذي قام به العميد الحسن وبين اكتشاف القضية الكبرى للوزير والنائب السابق مشيل اسماحة الذي اعترف بأنه جابت متفجرات من دماشق وبين أهل القيادات الأمنية السورية هنا الرابط ما بين اثنين حتى الرئيس ميقاطي نفسه ربط عملية الاغتيال بقضية اسماحة يعني ليس القوة 14 أزهر والرئيس ميقاطي له علاقات جيدة وليست عدائية طيب أستاذ حسن أي فرضية ترجح أنت من بين الفرضيات الأربعة يعني أولا من الصعب أن يرجح فرضية ما لأنه لا يوجد أدلة ولكن إذا قرأنا المعطيات التي سياسية وارتباط اغتيال ودور العميد الحسن يعني اتهام النظام السوري اتهام قوي جدا يستند على معطيات قوية ما هي هذه المعطيات؟ واتهام إسرائيل أيضا يستند إلى معطيات يعني أول هذه المعطيات فيما يخص النظام السوري قضية النائب والوزير السابق مشان أسماحها لأنه شكل فضيحة كبيرة لانتظام السوري وهو اتهام أمني وسياسي بأنه يرسل المتفجرات إلى اللبنان من أجل إحتاس فتنة بين اللبنانيين ومن أجل أغتيال شخصيات سياسية واجتماعية ودينية هذا ليس بالقليل يعني والنظام السوري لم يتحمل هذا الاتهام لكن هل ترى أن النظام السوري اليوم هو مستعد لتلقي أو لتنفيذ مثل هذه العملية قد تعود عليه ربما بردود فعل كالتي نراها اليوم يعني النظام السوري لم ينهار لغاية الآن رغم سنة وتسعة أشهر من الأحداث الدامية في سوريا لم ينهار النظام ما زالت الأجهز الأمنية تعمل وما زالت الجيش السوري يعمل ويوجد اعتقاد ساعد في لبنان بأن يده وما زالت طويلة أيضا في لبنان له أنصار وله عملاء وله أدوات ويمكن أن يقدم على هكذا خطوة رغم الأحداث في سوريا ولكن في ذات الوقت من الخطأ أن نستبعد الاحتمال الإسرائيلي في هذا الاتجاه وأن يكون غالبية طويل باطر جزار والجو سائد في لبنان سواء من تكلم أو من لم يتكلم بأن النظام السوري هو من استعداد ماذا عن الجماعات المتطرفة؟ ذكرت أن اللواء ريفي أيضا ذكر أن ربما من بين الأرجحيات أن يكون على الأرجحية الجماعات المتطرفة لماذا لا تكون جماعات المتطرفة؟ افترضية هي من ضمن الأضايا المطروحة أن تكون الجماعات الأصلية خاصة وأن فرع المعلومات اكتشفها متفجرة عين علق من ورائها وأن تبع اعتقال أعضاء من فتح الإسلام ولكن فتح الإسلام يبدو أنها لم تعد لها القدرات لتنفذها كعمليات عملية الاغتيال العميد الحسن قام بها جهاز يملك إمكانيات كبيرة على صعيد التخطيط وعلى صعيد البشر وعلى صعيد الإمكانيات المتفجرات وعلى صعيد المعلومات أيضا لأنه تم رصد عودة العميد الحسن من مطار الرئيس رفيق الحريري قبل تقريبا 15 ساعة ومثلما الرصد هذا استمر ويعتقد أيضا الرصد مستمر حتى داخل مدرية العاملة قوى الأمد الداخل هو مركز عمل العميد الحسن لأن نجاح هذه العملية يؤكد بأن العملية كانت منظمة تنظيم جيد وكبير وصاحبها يملك إمكانيات كبيرة وهي نجحت أيضا لماذا لم نضع احتمال أن يكون منفذ العملية أو ربما مشارك في هذه العملية قريب من العميد ويسام الحسن عميد ويسام الحسن كان على رأس جهاز أمني مخابراتي صحيح؟ نعم الكلام يدور على إمكانية أعطاء المعلومات من ضمن الجهاز سنجد عن هذا السؤال لكن بعد أن نقرأ الحدث في اغتيال ويسام الحسن في لبنان وتبعات العملية على رأسها المطالبة باستقالة الحكومة الإخوان المسلمين وانتشارهم في منطقة الخليج مواضيع عن عدل تفاصيلها في التقرير التالي الحياة السعودية لبنان يوم غضب ضد الحكومة ذكرت المصادر أنه حين أبلغ ميقات سليمان قراره بالاستقالة رد عليه سليمان قائلا أنت قل ما تريد نحن سنرى في ضوء هذين اليومين ماذا سيكون الموقف وأشرت المصادر إلى أن سليمان سيبدأ مشاورته مع أطراف الحوار ولسيما مع قوى الرابع عشر من أذار لاستطلاع رأيها في شأن صيغة الحكومة البديلة وخصوصا أنه لا رأي واضحا لأقطابها فيها فالبعض يطرح فكرة الحكومة الحيادية والبعض الآخر يقترح حكومة تتولى فيها الرابع عشر من أذار الحقائب الأمنية فيما هذه الأفكار غير واردة عند حزب الله القبص الكويتية أسامة سفر الإخوان الأفضل في التكسب لا أشك مطلقا في أن جماعة الإخوان المسلمين سواء في مصر أو الكويت أو أي فرع آخر هم الأفضل في التكسب بأنواعه فجماعة الإخوان في مصر تكسبت بشكل ولا أروع في قطف ثمار الثورة الشبابية التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك وفي الكويت نلاحظ أمر مهما جدا وهو مشاركة النواب الإخوان السابقين في التجمعات في ساحة الإرادة ولنلاحظ أيضا أنهم يشاركون بطرح أخف حدة لكنهم هنا يسجلون للتاريخ فقط أنهم مع هذا الطرح كي يأتي اليوم الذي يقطفون فيه ثمار السوء ختاما أذكر بموقف آخر للإخوان في انتخابات الجامعة فبعدما شعروا بضعفهم في القائمة الاتلافية خططوا وبنجاح إضافة أبناء القبائل من التوجه ذاته إلى قوائمهم الانتخابية لضمان الاستمرار في النجاح فهنيئا لكم الشرق الأوسط السعودية أمير قطر يصل إلى غزة غدا في الوقت الذي تستعد فيه غزة لاستقبال أمير قطر حمد بن خليفة الثاني غدا اتفق الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الحكومة المقال اسماعيل هنية على سماح القاهرة بمرور المواد اللازمة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار التي تمول قطر إنشاءها وكشفت مصادر مطلعة أن أمير قطر سيضع الحجر الأساس لمدينة حمد السكانية وسط القطاع وتعد زيارة أمير قطر أول زيارة يقوم بها زعيم عربي منذ عام 2007 يذكر أن قيادة السلطة الفلسطينية أبدت انزعاجها من شروع قطر في إقامة مشاريع إعادة الإعمار دون تنسيق مسبق مع أبو مازن معتبرة أن ذلك مساهمة في تكريس الانقسام الفلسطيني الداخلي أستاذ حسن صحيفة الحياة ذكرت أو عنوانت لبنان يوم غضب ضد الحكومة أيضا صحيفة الشرق الأوسط قالت بحسب ما قالت مصادر دبلوماسية للصحيفة مصادر دبلوماسية عربية قالت إن الأولى بميقاتي أن يستقيل تحت وطأة هذه الجريمة المروعة برأيك من هي الجهات العربية التي تسعى إلى ربما إلى استقالة ميقاتي أو إلى تقديم ميقاتي استقالته يعني غير راضي عن ميقاتي يعني من الواضح منذ إنشاء هذه الحكومة على خلفية إسقاط حكومة الرئيسة الحريري بأن هناك محور سياسي ما وراء هذه الحكومة وهو المحور السوري الإيراني وقوة ميناء أزهار في لبنان وهي استلمت السلطة بالتعاون مع رئيس الجمهورية وقتها والنائب ولي جنبلوت أما في المحور الآخر العربي كان رافضا بشدة هذه الحكومة لأن حكومة لا تمثل كافة الفئات السياسية في لبنان وكان الارتياح واسع وشامل سابقا لحكومة الوحدة الوطنية التي كانت رؤية ساعد الحريري لأنها تمثل كافة الشرع السياسية فحاليا يوجد محور عربي آخر ما زال ينظر إلى هذه الحكومة بأنها حكومة غير جديرة بأن تبقى لأنها من الصعب أن تصنع الاستقرار ولذلك وجدنا هذه الحكومة التي أطلق عليها حكومة حزب الله وحكومة الطرف الواحد رغم أنها فيما بعد تبين بأن هناك كتلة وسطية داخل هذه الحكومة ليس لها علاقة بحزب الله هي كتلة ميقاتي جونبلاط ورئيس سليمان ولكن هذه الحكومة ما زالت ناقصة لأنها تمثل نصف اللبنانيين تقريبا ولذلك لم نشاهد بأنها استطاعت أن تحكم بشكل جيد فعلى الصيد الوضع الأمني والصيد العسكري والاقتصادي والسياسي يوجد اضطراب كبير في البلد طيب دعوة العربية لميقاتي لتقديم استقالته كانت بناء على عملية الاغتيال وذكرت صحيفة الشرق الأوسط الأولى بميقاتي أن يستقيل تحت وطأة هذه الجريمة المروعة يعني السبب الأساسي من وراء المطالبة بتقديم استقالة ميقاتي هي هذه الجريمة التي وصفها المصدر العربي بالمروعة لكن هل ترى أن لبنان اليوم قادر أو في جو يسمح بتقديم الحكومة استقالتها جو داخلي جو أيضا جو المحيط العربي هل ترى أن لبنان قادر على أن يكون هناك فراغ في هذه الحكومة يعني أولا الجميع يخشى من الفراغ السياسي وقوة مينة أزار المتمسكة بهذه الحكومة والمسيطرة على قرار هذه الحكومة لأن أغلب الوزراء منها وهي تملك قرارها تتمسك ببقاء هذه الحكومة وحذرت من الفراغ السياسي ولكن في ذات الوقت هناك طرف آخر وقوي وفاعل على صيد الداخلي يطالب برحيل هذه الحكومة لأنه لا يراها تمسل كافة اللبنانيين ما هو البديل الذي يطرحه طرف الآخر؟ النصيحة السعودية أعتقد جاءت في وقتها لأن الرئيس ميقاتي أيضا يتعرض إلى ضغوط من الشارع الداخلي اللبناني قوة مينة أزار من الممكن أن تفضل بقاء هذه الحكومة إلى ما بعد الانتخابات ولكن الرئيس ميقاتي هل يستطيع أن يصمد أمام ضغوط الشارع المحلي؟ والشارع سني بالذات لأنه هو نفسه أعلن بأن طائفته تشعر بأنها مستهدفة بهذا الاغتيال كاغتيالات سابقة أما من حيث البديل لا شك هناك القوة السياسية كافة تبحث منذ يومين منذ بعض ساعات الاغتيال أن علمت بتوجهات الرئيس ميقاتي باتجاه الاستقالة تبحث في عدة احتمالات رئيس الجمهورية نفسه سيقوم بهذه الاستشارات ابتداء من الغد وأعتقد هو يقوم بها حاليا ولن ينتظر إلى الغد ولكن هو أعلن ذلك بأن استشاراته مع القوى السياسية ستبدأ احتراما لمناسبة الدفن اليوم العميد فهناك حكومة حيادية مطروحة أن تأتي من شخصيات تكنقراط حياديين تنتهي بعد انتهاء الانتخابة النيابية تشوف على الانتخابة النيابية أيضا وهناك طرح آخر أن تأتي حكومة وحدة وطنية أيضا هذا ما يحاول أن يسوقه الرئيس نجيب ميقاتي وحدة وطنية نظرا للظرف العصيب الذي يمر به لبنان هو يأمل أيضا رئيس ميقاتي أن يبقى على رأس هذه الحكومة هذا فيما قوة مانا أزار ما زالت لغاية الآن تتمسك بهذه الحكومة وترفض استقالتها طيب يعني لماذا تم تحميل ميقاتي المسؤولية؟ أنا أعتقد هذا تحميل الرئيس ميقاتي مسؤولية دماء الشهيد وسام الحسن هو تحميل سياسي ليس أكثر لأنه أولا شخصية سنية وهو أعلن نفسه بأنه يشعر بأن ارتباط اغتياله مرتبط بقضية الوزير ميشيل اسماحة وهو يدرك بأن الشارع أيضا يعلم بأن هذه الحكومة هي حكومة جاءت برضى سوريا وبدعم سوريا ولذلك ولا يستطيع أن يتحمل البقاء نعم ألا ترى أن بعض الأطراف السياسية وباختصار لو سمحت أستاذ حسن أن بعض الأطراف السياسية استفادت من عمليات اغتيال الحسن للمطالبة ميقاتي بتقديم استقالته طبعا لا شك قوة 14 أزار قوة سياسية في البلد تتحرك بالسياسة وتستثمر كل الحدث وهي ترغب أن تستثمر هذا الحدث الكبير الذي نعيشه اليوم في لبنان للإطاحة بحكومة هي أساسا لم تعترف فيها ولم ترضى عنها منذ إنشائها لذلك لا شك تستثمر هذا الحدث للإطاحة بالحكومة وإذا تمت الإطاحة بهذه الحكومة أعتقد تكون حققت ما تريد قوة 14 أزار أستاذ حسن موضوع الإخوان المسلمون في الخبرين من صحيفة القبص الكويتية أيضا صحيفة الشرق الأوسط السعودية حول زيارة أمير قطر حمد بن جاسم إلى غزة في افتتاح مشاريع لإعادة العمار أيضا الإخوان المسلمون في الكويت سنناقشها ولكن بعد هذا الفاصل من جديد أهلا بكم مشاهدينا أيضا أعادة ترحيب بضيفي في الأستوديو الأستاذ حسن شلحة وهو الكاتب المحلل السياسي في صحيفة اللواء أهلا وسهلا فيك مرحبا كنا قبل الفاصل قد أشرنا في التقرير إلى قضية الإخوان المسلمين في كويت صحيفة القبص الكويتية قالت سواء في مصر أو في الكويت أو أي فرع آخر الإخوان المسلمون هم الأفضل في التكسب بأنواعه أيضا وفي الخبر من صحيفة الشرق الأوسط علقت الصحيفة على زيارة أمير قطر لغزة طيب في الإمارات أيضا أعود في الإشارة الإمارات لديها نوع من التخوف من صعود الإخوان المسلمين في الكويت أيضا نفس التخوف قطر اليوم تدعم الإخوان المسلمون في غزة يعني عبر دعم حكومة حماسة هل هناك توجه قطري لإعطاء دور للإخوان المسلمين في منطقة الخليج تحديدا وما هو هذا الدور برأيك؟ يعني أعتقد أن الدور القطري في ذهم حركة الإخوان المسلمين قائم خارج دول منظومة مجلس التعاون الخليجي نعم فهو دعم الجماعات الإسلامية في ليبيا دعم الإخوان المسلمين في مصر وأعتقد يقدم دعم حاليا في سوريا هذا ليس من الأسرار توجد هواجس في دول الخليجي العربي من نشاط الإخوان المسلمين خاصة بعد اكتشاف كما أعلنت أجلسة الأمن في دولة الأمارات عن اكتشاف مجموعة تخطط لعمل ما يهز استقرار في دولة الأمارات هذا من جانب ومن جانب آخر حتى المملكة العربية السعودية وهي الدولة الأكبر والراعية لمنظومة مجلس التعاون الخليجي أيضا يوجد لديها وضعت قيود كثيرة على حركة هذه الجماعات الإسلامية الجماعة الأخوان المسلمين تحركت منذ ثمانين عاما نعم نشطت في مجال الدعوة فقط فأعطت اطمئنانا للحكام العرب ولا القوى السياسية الأخرى ولكن عندما وجدنا الربيع العربي بدأ يزهر في المنطقة وجدنا جماعة الأخوان المسلمين بدأت تستسمر حركة الشعوب العربية وهذا ما تأكد لصورة الفعالية في مصر نعم لكن أستاذ حسن من الوضح اليوم أن قطر تسعى إلى ربما تصعيد نجم الأخوان المسلمين ما هو الدور الذي تسعى قطر السؤال الدور الذي تسعى قطر إلى إعطائه للإخوان المسلمين اليوم يعني الحقيقة أن قطر لا أعتقد بأن يوجد في منظومة الحكم جماعة من التيار الأخوان المسلمين ولكن هي وجدت في مصر أكبر مجموعة منظمة ومن خلال دراستها لهذا الواقع المصري أن ممكن هذه المجموعة تصل إلى الحكمة فقدمت لها الدعم بصورة أساسية أما فيما يخص زيارة الشيخ حمد إلى قطر أعتقد إلى غزة أعتقد تختلف كليا عن ما هو قائم في مصر فغزة هي ووضعها الإنساني والاجتماعي هو في ضمير كل إنسان عربي ومسلم وموقف قطر من دعم قضية غزة الاجتماعية بكاملها بعيدا عن وجود حماس في السلطة أعتقد هي قديمة وليس جديدة وما يتقدمهم مشاريع إعمار وإنماء في غزة فهو مطلوب وأعتقد ومشروع أيضا نأمل من الحكام العرب كلهم أن يذهبوا إلى غزة ويقدموا هذه المشاريع وننسى كمان أن قطر ساعمت إسهام كبير في إعمار لبنان بعد عدوان 2006 في هذا الإطار أيضا يعني على كل حال أيضا السلطة الفلسطينية في الدفة الغربية انتقدت هذه الزيارة وهذا الدعم القطري لغزة وقالت أن هناك نوع من التخطي للسلطة الفلسطينية في هذا الدعم في هذا الإطار هناك الحدث في إقرأ إسرائيل الصحافة الإسرائيلية انشغلت اليوم بالحدث اللبناني إذ حاولت الأرواق السياسية الإسرائيلية أن ترمي أحكامها في عمليات اغتيال حسن على كل من سوريا وحزب الله تفاصيل أكثر في التقرير التالي يدعوت أحرانوت يارون فريدمان الاغتيال في لبنان استخبارات الأسد لا تزال هنا الانفجار الذي أودى بحياة المسؤول الأمني اللبناني الكبير ويسام الحسن يحمل على المؤشرات الدالة على النظام السوري على طريقة اغتيال رفيق الحريري عام 2005 الانفجار ما هو إلا بند آخر في قائمة التصفيات السياسية في لبنان التي على ما يبدو تقف وراءها الاستخبارات السورية فما الذي تربحه سوريا من الاغتيال في هذا الوقت بالذات في إطار حرب البقاء التي يخوضها النظام السوري الأسد معني بإثبات قوته وبأن الاستخبارات السورية قادرة الآن أيضا على العمل داخل لبنان ليس هناك ما يمنع أن يكون هدف اغتيال الحسن تحذير معسكر الرابع عشر من أذار من تداعيات دعمه للمعارضة السورية وهناك هدف آخر للاغتيال هو التلميح للاستخبارات اللبنانية أن كل من يحاول في المستقبل منع تهريب السلاح إلى لبنان سينهي حياته في تابوت إسرائيل هايوم بوعاز بسموت حزب الله يهدد المنظومة السياسية في لبنان معسكر الرابع عشر من أذار المعادل سوريا سارع إلى اتهام النظام السوري بعملية الاغتيال سعد الحريري ووليد جملاط اتهم الرئيس السوري بشار الأسد بتصفية الحسن هما فضل عدم توجيه الاتهام مباشرة إلى حزب الله الذي يقف في الآونات الأخيرة وظهره إلى الحائط في الحزب يرون كيف يبتعد أعضاء تحالفه السياسي عن النظام السوري بسبب الرأي العام في الشارع اللبناني لهذا السبب اعترف بأنه من أطلق الطائرة من دون طيار إلى إسرائيل ولذلك هو المسؤول عن الانفجار أول من أمس في صحيفة إسرائيل هيوم أيضا مصر أرادت فتح اتفاقية السلام مع إسرائيل وتقول الصحيفة أن الوزير مشي علون قال أن النظام الجديد في مصر طلب فتح اتفاقية السلام مع إسرائيل لكن إسرائيل أوضحت أن هذا الأمر غير وارد في الحسبان يعالون أضف أن المصريين أدركوا أنه يتعين القبول بالموقف الإسرائيلي كي لا يخسر أموال المساعدة الأمريكية كيف تعلق على هذا الخبر؟ يعني أولا مصر مكبلة باتفاقية كام ديفيد التي توقعها الرئيس السابق أنور السادات هذه الاتفاقية للأسف إلى جانب سلبيتها الكبيرة التي أزاحت دور مصر وألغته جانبا وأطاحت به على الصعيد العربي كبلت مصر داخليا أيضا يعني فهذا الزل الذي نراه لا يمكن القبول به أن لا يستطيع الجيش المصري أن يرسل أي مجموعات عسكرية إلى سيناء إلا بإذن إسرائيلي وطبعا الإذن الأمريكي أولا ليكون وسيطا مع الإسرائيلي هذا الصلف الإسرائيلي الموجود هو نتيجة لتخازل النظام المصري السابق الذي وقع هذه الاتفاقية التي تشكلت حالة إزلال لمصر وهي أكبر دولة عربية وإزلال للعرب أيضا العدو الإسرائيلي استثمر سياسيا حرب 73 وللأسف مصر لم تستثمر سياسيا هذه الحرب وهذه التضحيات وهذا الانتصار الذي أكده الجندي والشعب المصري بالعودة إلى موضوع اغتيال العميد داويسام الحسن إسرائيل أيضا اتهمت النظام السوري وكان لها اتهام آخر إسرائيل اتهمت حزب الله بتنفيذ هذه العملية في لبنان أولا إسرائيل لا يمكن أن نأخذها كشاهد ولكن في قراءة سياسية لما تعلونه إسرائيل أولا هي تهدف إلى بث بذور الفتنة بين اللبنانيين من خلال هذه العملية الحساسة التي أعلن استنكرها جميع الفئات اللبنانية إسرائيل تهدف إلى أي وسيلة من الوسائل واستثمار أي حدث لإحداث فتنة بين اللبنانيين ولكن ملفة انتباهي هو أن إسرائيل اتحمت سوريا في الاغتيال وهذا يشكل شيء جديد في السياسة الإسرائيلية عادة إسرائيل عندما تقدم على خطوة اغتيال شخصية ما لا تعلن إلا تلمح إلى مشاركتها في هذه العملية فهي في عملية الحسن تكفي نفيبات مشاركتها في هذه العملية وهذا شيء جديد في السياسة الإسرائيلية تعلنه هل تقول أن إسرائيل تنفض أيديها تماما من عملية اغتيال حسن؟ فيما يشار إلى الشهيدة عماية مغنية لما حد تلمحات ولم تعلن أساسا هي لا تعلن أنها تقوم باغتيالات لأن هذا يدينها أساسا ولكن تلمح تلمحات من خلالها أما في قضية الشهيدة الحسن فهي أعلنت بوضوح بأن ليس لها علاقة بهذا الموضوع وأن سوريا هي المدرون وأن نحن لا نأخذ بشهادة إسرائيل ولا بأي شيء يصدر من إسرائيل ما هي القراءة السياسية ألا ترى أن إسرائيل في حال اعترفت بعملية اغتيال في حال كانت من قامت بعملية اغتيال الحسن وهذا احتمال أيضا واعترفت بذلك ألا تفقد هذه العملية أهدافها يعني أولا إسرائيل عادة عودتنا بجميع عمليات الاغتيال لا تعترف بها مطلقا إلا بعد عشرات السنين نعم يعني قضية اغتيال القادة الفلسطينيين عام 73 في شارع فردان ترسع من القادة الفلسطينيين لم تعترف مباشرة بأنها اغتلتهم إلا بعد فترة طويلة عمليات الاغتيال كلها تتقوم بها هذا النهج الإسرائيلي ولكن اليوم هي تعترف علنا وتقر بأن ليس لها علاقة وأعتقد بأنه لو كان لها لإسرائيل علاقة باغتيال العميد الحسن لكانت لمحت إلى ذلك وتريد أن تستثمر سياسيا لأن العميد الحسن كان عدو لدود لها أيضا فهي كان ممكن أن تفتخر بأنها أزاحت من دربها في صحيفة إسرائيل يوم كتبت حزب الله يهدد منظومة سياسية في لبنان أيضا ربطت بين ما يجري في سوريا وبين أرسال أطائر أيه فوق الأراضي الفلسطينية من قبل حزب الله إسرائيل تربط بين الأزمة السورية وبين إرسال هذه الطائرة برأيك لماذا؟ هذا كلام إسرائيلي خبيص يهدف إلى تعميق هوة الخلاف بين اللبنانيين وتكبير حجم الهواجس بين اللبنانيين من قضية سلاح حزب الله قضية سلاح حزب الله معروف أنه بين القوى السياسية فيه هناك خلاف حوله ولكن أيضا مطلوب من حزب الله ليس الموقف السياسي هو أعلن أكثر من مرة بأن هذا السلاح لا يمكن أن نخوف أو نستخدمه ضد اللبنانيين مطلقا ولكن الطرف الآخر يطالب بإجراءات وأعتقد الإجراءات عادة ما تطمئن الطرف الآخر أكثر من الموقف الكلامي خاصة بعد تجارب سابقة عشدة الساحة اللبنانية موقف الإسرائيلي والكلام الإسرائيلي وكل ما يظهر من إسرائيل لا يمكن أن يعتد به لأنه كلام هادف إلى أشياء ليست لصالحنا أما لصالح العدو الإسرائيلي إذن أستاذ حسن نحن سنتوقف مع فاصل قصير أيضا نعود بعدها إلى متابعة هذه الحلقة من آخر طبعة تابعونا أهلا بكم من جديد أيضا أعود ترحيب بضيفي في السوديو الأستاذ حسن شلحة الكاتب في صحيفة اللواء اللبنانية أهلا وسهلا بكم أهلا برحب البحرين وحركها كان موضوع معالجة الكاتب سعيد محمد في صحيفة الوسط البحرينية تحت علوان المصالحة الوطنية لا شيء من ذلك فلنتابع معنا الوسط البحرينية سعيد محمد المصالحة الوطنية لا شيء من ذلك هل البحرين بحاجة إلى مصالحة وطنية وعلى أي أساس؟ هل الأزمة في البلاد تتطلب من ضمن خطوات الحل أن تكون هناك مصالحة وطنية؟ إن الأزمة في البلد لا تحتاج إلى مصالحة وطنية لأن الأزمة بين سلطة ومعارضة وليست بين مكونات المجتمع البحريني حتى لو حاولنا وحاول آخرون جعلها أزمة طائفية فكل ما جرى طيلة الأشهر العشرين الماضية ما كان ليقع لو تم تقديم المصلحة الوطنية من كل الأطراف التي تمتلك القرار حتى لا نصل إلى مرحلة يظهر فيها ضمن ما يظهر عنوان المصالحة الوطنية غير المنطقي إطلاقا ولهذا أفق حل الأزمة في البحرين أفضل بكثير من أي دولة أخرى تشهد اضطرابا وخلافا سياسيا من المؤسف له أن بيئتنا السياسية تقتل معاني الكلمات كثيرا ويصبح ترديد بعض المصطلحات مثل الإطار الذي لا يحتوي على صورة بداخله وينضم مصطلح المصالحة الوطنية إلى قائمة المصطلحات التي تفرغ من معناها ومضمونها أستاذ حسن هل البحرين بحاجة لمصالحة وطنية؟ هو لا شك في البحرين توجد مشكلة كبيرة في القضية السياسية بصورة مجملية تتطلب حلا سياسيا مصطلح المصالحة السياسية أعتقد بكم قضايا صغيرة المصالحة الوطنية أما في البحرين في قضية حركة شعبية متفاعلة بالشارع تتحرك لها مطالب مشروعة وفي ذات الوقت هذه المطالب تتطلب حلا سياسيا خاصة وأننا نرى في أي إشكالات تحدث في دول الخليجي العربي تختلف كليا عن الإشكالات والإحداث في المنطقة العربية الأخرى فهذه الدول القدرات الشعبية والأعداد الشعبية قليلة يعني مشاكلها تختلف عن مشاكل الآخرين يعني مشاكل الشعب البحريني يختلف عن مشاكل الشعب المصري ومشاكل الشعب السوري حتى الشعب في البحرين أو المعارضة يطالبون بإصلاحات في البلد يعني ليسوا ثورة وليس لتغيير نظام يطالبون بإصلاحات وهذه المطالب بشروعة ويجب أن تناقش بشكل جدي وإجاد حل سياسي لها ولكن مما يؤسف له بأن ضعف قضية المعارضة البحرينية هي قضية التدخل الإيراني في الموضوع لو كانت بعيدة قضية المعارضة الإيرانية عن الهواجس التدخل الإيراني وما تقوم به إيران في المنطقة التي تقوم بإجراءات مخيفة أيضا لدور خيش كما قلنا في الداخل الإبناني أيضا في هذا الإطار على إيران أن تقوم بإجراءات تطمئن جيرانها ولا تخيفهم فهذه الإخافة جعلت دول الخيش تضامن مع النظام في البحرين وتتجاهل في ذات الوقت قضايا الشعب البحرين أو المعارضة البحرينية وهي قضايا مشروع يجب أن يجب حل سياسي لها كل حرك شعبي أستاذ حسن يتهم بأنه يتواطأ مع نظام خارجي له مصالح داخل هذه الدولة لكن الحرك في البحرين ما هي المعطيات لديك على أنه ربما يتعامل أو هو راضخ للنظام الإيراني أو راضخ للتدخل الإيراني ما هي المعطيات وأين تجلى ذلك يعني هذا العنوان التي طرحته حضرتك ليس بجديد أساسا فقد شكل عنوان لكثير من الندوات والحوارات واللقاءات مع شخصيات إيرانية ومع شخصيات عربية وكان محور هذه النقاشات والإيران لا تخفي أساسا سياساتها فهي معلنة في دول الخليج في البحرين وفي غير البحرين وهي تقول ذلك يقول لنا الحق وهي تقول هناك حق تاريخي لإيران في البحرين تعمل ما زالت تطالبها لغاية الآن حتى أنا بعض السفراء طرحها من الممكن نحن لو حصلنا على البحرين أن نتخلى عن جزر في الأمارات هذه خضية غير مقبولة أي سفير طرح ذلك؟ أحد السفراء الإيرانيين أين؟ في بيروت في بيروت طيب تقرير باسيوني سكير سابق طبعا مش هاي تقرير باسيوني تقرير باسيوني ذكر أنه لم يرصد أي نوع من أنواع التدخل الإيراني في مخص الحراك في البحرين وباسيوني هو معين من الملك ربما للإشراف على الحراك البحريني نتيجة العلاقة السياسية ما بين المعارضة البحرينية تاريخيا مع إيران حتى لو لم يكن التدخل مباشر إيراني تشكل عامل ضعف للحركة المعارضة في البحرين حركة المعارضة في البحرين كان عليها أن تقيم علاقات مع الكثير من الدول المحيطة لعلها تساندها في مطالبها أكثر بكثير وتحقق إنجلسات أكثر بكثير من الاتصال بإيران فعليها أن تنفي بشكل جدي أنا أعلم بأن المعارضة البحرينية ليست كلها شيعية هناك جزء من السنة في المعارضة البحرينية وهناك جزء من الشيعة مع السلطة بس ولكن القضية للعلاقة التاريخية ويبدو أن هناك يعني السلطات لديها أجهزتها أن هناك دعم ما غير معلن من إيران إلى هذه المعارضة شكل عامل سلبي لها لماذا لا ننظر من المنظور الآخر ألا ترى أن السلطة من مصلحتها أن توجه مثل هذه الاتهامات للعارضة البحرينية أو للحركة الشعبية في البحرين لتحويل هذا النوع من الحركة الحركة طائفة صحيح الصحيح السلطة من مصلحتها أن تحصل على دعم بقية الدول العربية وكافة دول الخليج للمحافظة على وضعها بس ولكن كما ذكرت سابقا إيران نفسها لا تخفي دعمها لقضية البحرين الإعلام الإيراني كله مسخر من أجل قضية المعارضة البحرينية لم نجد هذا الإعلام مسخر لقضايا شعب آخر لكن إيران طالما أعلنت دعمها للحركات الشعبية في مصر مثلا في تونس في دول الخليج هناك حساسية كبيرة في هذا الشأن ولذلك شكل عامل سلبي اتجاه المعارضة البحرينية يعني نظرا للحساسية على إيران أن لا تدعم الحركة في البحرين لأن هناك حيث يتوجد هواجز كبيرة لدى دول الخليج من الدور الإيراني الكبير في المنطقة طيب أستاذ حسن سنتوقف مع بعض الرسوم الكاريكاتورية من نبدأ بصحيفة الوطن السورية حيث كما يبدو أن المشكلة أو أن الهدنة لا للذبح يعني مطالبة بهدنة في سوريا خلال عيد الأضحاب رأيك هل ستنجح هذه الهدنة في سوريا؟ أنا لا أعتقد بأنها ستنجح لأن الشعب السوري أو المعارضة السورية إذا كنا منصفين المعارضة السورية هي تمثل غالبية الشعب السوري حاليا لا تسق بالنظام يعني انعدام السقة بين الطرفين هو الذي سيضيح بهذه الهدنة لأن قوى المعارضة تخشى أن يعزز النظام قدراته في بعض الأماكن السورية نعم على كل حال يوم الإبراهيمي طرح فكرة وقف إطلاق نار من جانب واحد في سوريا وهنا من جانب واحد في سوريا في الكاريكاتور الأخر من صحيفة الرأي الإماراتية وهي تقول أن المشكلة عند بعض اللبنانيين في نقطة هي بالجوار وليس بالحوار برأيك المشكلة أي جوار تقصد صح؟ يعني أولا لو سمحت لي أذكر شيء أساسي بالنسبة للأقدر الإبراهيمي يعني الشعب السوري وأعتقد كافة الأطراف السياسية العربية والدولية كانت تنتظر من الإبراهيمي أن يقدم مشروع فهو يقدم وقف إطلاق نار وليس لمشروع فأعتقد لذلك وقف إطلاق النار لا يوجد اهتمام به أما في قضية لبنان والجوار ما شاء الله نحن في لبنان لدينا الكثير من الجوار لدينا الكثير من الجوار سواء في الشرق ولا سواء في الغرب والجنوب للأسف يعني العامل السوري والعامل الإسرائيلي اثنين شكلين عامل قلق للدخل وفهذا شيء خطيرة تطرح العامل السوري لا جنوب العامل السوري هذا ليس عندما يأتيني القلق من شقيقي فهو قلق لا يستطيع أن أقول أنه أطمئنا ولذلك أقول أن ما يحدث في سوريا تداعياتي على لبنان ستوضح لك أكثر أن تداعياتي على لبنان توجد حالة من القلق الواسعة والاستهدفات الإسرائيلية الدائمة للبنان والقواه السياسية بكافة أنواعها أيضا تحدث حالة قلق ولذلك الجوار اللبناني يعني على كل حال أستاذ حسن هذا الموضوع سيبقى محور جدل بين اللبنانيين بكافة أطيافهم إذن أستاذ حسن شلحة المحلل السياسي والكاتب في صحيفة اللواء شكرا لك على حضورك معنا في ستوديو الميادين أيضا شكرا مشاهدين نشكركم على حسن متابعتكم نلقاكم غدا إلى اللقاء اشتركوا في القناة